قال المنسق العام للحوار الوطني ضيار رشوان إن الحوار الوطني سيستأنف أعماله غدا حيث سيناقش المحور السياسي وفي تصريحات له أوضح رشوان أن المحور السياسي سيناقش ثلاث قضايا في لجنتين إحداها لجنة مباشرة الحقوق السياسية وتمثيل النيابي والتي ستبحث عدد أعضاء مجلسي نواب والشيوخ والتفرق لعضوية المجلسين كما أشار إلى أنه سيتم أيضا مناقشة قانون حرية تداول المعلومات وهذا القانون منصوص عليه في دستور البلاد لعام 2014 وأنه لابد من وجود قانون ينظم حرية تداول المعلومات وأشار رشوان إلى أن الحوار الوطني عقد خلال آخر أسبوعين 24 جلسة حضرها ألف مشارك